على رؤوس مختارة ناضيجة حزبيا وشخصيا لا مهنيا توزع مناصب الدولة العراقية منذ أن أصبحت المحاصصة هي المبدأ المهيم على السلطة فشغل المراكز المهمة من قبل شخصيات نخبوية لا يأتي إلا بعد تأدية فروض الطاعة والولاء للجهة المسيطر على الوزارة أو الدائرة المعنية مشهد لا يخفى على أنظار المبصرين أغلب الكتل السياسية انحرفت بموضوعة المحاصصة ذهبت إلى التوافقية والمحاصصة نتج المحاصصة هو هذا الفشل الذي نذكره أو الفساد المستشري اليوم العراق مليء بالنخب والكفاءات حالة القطيع المشؤومة بين الدولة وجميع مفاصلها وهذه النخب واعتكاف النخب فقط على الدور الأكاديمي حقيقة هذا خطأ كبير وهو بالحقيقة ليس اعتكاف لكن هناك حالة منع ما يشبه الفيتو ضد الأستاذ أو الشخص النخبوي الأكاديمي أن ينخرط في العملية السياسية والمشاركة في بناء الوطن في مكانهم يراوحون أو إلى التقاعد يحالون نخب العراق من أساتذة جامعيين ومهندسين وأصحاب الشهادات والخبرات فلا منصب لهم مستعدين لانتخابات قادمة آملين أن تتغير الوجوه وتفرش لهم السجادة الحمراء للتقدم نحو التغيير ووضع الحلول كل العراقيين نخبهم مستقليهم أحزابهم بدأوا يعون المشهد أنه العراق لن يبنى بيد واحدة يجب أن تبنى بيدين فلهذا أتأمل خيرا إن شاء الله انتخابات القادمة سيكون هناك مكان كبير للنخب والكفاءة بلدان متخلفة أصبحت تحتل القمة لأنها أولت الأستاذ الجامعي والبحوث والأكاديميات المرتبة الأولى البلد لا يتقدم إلا بالعلم الرؤية الأكاديمية تحقق إنجازا إذا ما تخللت مع الرؤية السياسية أبسط مثال وضع البلاد الحالي هو دليل على فشل منظومة سياسية كاملة جذورها تمتد إلى أعوام سابقة فالإخفاق لم يقتصر على وزارة أو دائرة بل انتشر في جميع مفاصل الدولة ولا حل سوى الخوض في الانتخابات وتنصيب النخب والكفاءات عمار غسان قناة الرشيد اشتركوا في القناة